الصالون ده هيقرب لك البعيد ويكشف لك الغاية هيفند لك قضايا كانت من لغبطاك وأفكار كانت تعب قلبك خليكم مع الصالون ووقتكم هتنداشوا واحد من أهم الأحاديث اللي موجودة في صحيح مسلم اسمع بقى الحديث ده الله يرضى عليك وركز معايا عشان الحديث ده كتير جدا بقى من فقهاء التقليد ومن الدواعش ومن أصحاب الفكر الجامد يعني إيه لما بيجي الحديث ده بيعودوا إيه يلفقوا في تفسيره شوف الحديث ده في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بقوم يلقحون يعني ماشي لأ الناس طلع فوق النخلة بتجيب النحل بتلقحوا بإيديها فقال لهم إيه لو لم تفعلوا لصالح يعني لو حتى ما عملتوش كده هيتلقح له قال فخرج أشيصا يعني خرج تمر رديق مش التمر اللي متعود عليه أهل هذا البلد أهل المدينة فمر عليهم بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام وسألهم مالي نخلكم يعني النخل بتاعكم ماله في إيه 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 اللي حصله فرحوا مفكروا باللي قالوا قالوا له يا رسول الله حضرتك قلت كذا وكذا قال بعدها بقى بعدما حزن على ما جرى على النخل قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم يعني النبي عليه الصلاة والسلام سلم بأن هذا الأمر المتعلق بالزراعة هو للعلم الدنياوي للعلم الدنياوي الحديث ده حديث مشهور جدا ومهم جدا والحديث ده بكرر لحضرتك أنه موجود في صحيح مسلم والحديث ده أيضا بيدل على رقي النبي صلى الله عليه وسلم وإدراكه لما له في الدنيا ودوره في تعليم الأمة الأمور التي تلقاها وحيا من السماء ثم ما تركه لهذه الأمة من أن تبدع فيه من أمور الدنيا تيجي بقى أنت لما تقول تقابل بقى واحد من إياهم اللي أنت عارفهم دون تيجي تقوله إيه بس الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم قال آه ده في الزرة وفي الهندسة وفي الزراعة لكن في أمور السياسة أمور السياسة هي من صميم الدين وهي من عمق الدين وهي في قلب الدين ويأبى أنك أنت تتفرغ عقلا للإبداع الإداري والسياسي في أمور الأمة فكده سمعنا قبل كده أن الديمقراطية دي كفر كانوا بيقولولنا كده ولحد دلوقتي في كتير جدا منهم أخواننا إياهم دول بيقولك الديمقراطية كفر بس لما تيجي الديمقراطية دول يركبوا هم بيها وما ينزلوش ما تبقاش كفر لحد ما يركبوا أول ما يركبوا يقولك كفر بقى عشان إيه الناس دي لو غيرونا يبقوا ناس كفار وما لهمش علاقة بالدين أي حاجة ليها علاقة بأمور الدنيا الرسول عليه الصلاة والسلام حسمها حسما وبالتالي أي إبداع أو ابتكار في أمور الدنيا مش بس تتزراع أو تلقيح النخل لا هذا الحديث جامع مانع شامل لأنه قال ما قالش أنتم أعلم بأمور النخل قال إيه أنتم أعلم بأمور دنياكم فأنتوا صرفوا هذه الأمور كما شئتم إيه بقى النهي المنصوص عليه في القرآن وطاعة النبي المنصوص عليها في القرآن طاعته فيما يتعلق بالعبادات وبالسلوك الذي أتهى بالأوامر الواضحة يعني لما القرآن يقول وما أتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا ده بوضوح ده لما تكون فيه أوامر دينية في العبادات في العقيدة بوضوح أو ما نص عليه النبي دون رجعة في أمور الدنيا دون رجعة لكن لما يقول أنتم أعلموا بأمور دنياكم يبقى ساب مساحة كبيرة جدا من التجديد والتجديد هو عقدتنا والتجديد هو هدفنا والتجديد هو المشكلة اللي بنواجهها طول الوقت وبالتالي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أقوى حديث يفتح باب الاجتهاد والتجديد في أمور الدنيا يعني مش بس الاجتهاد والتجديد في الفق لا ولا في الفتاوى لا ده أمور الدنيا مفتوحة على مصر عايها وإنت لو جيت شفت الصحابة هتلاقي كتير جدا من الخلفاء الذين تولوا الحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم كان ليه طريقة في الحكم سيدنا أبو بكر غير سيدنا عمر سيدنا عثمان غير سيدنا علي الدولة الأموية غير الدولة العباسية الدولة العباسية لما تشققت كانت غير الدولة العباسية لما كانت موحدة إلى آخر كل هذه البلدان والتواريخ والسلاطين والأمم التي عاشتها الدولة الإسلامية منذ الخلافة الأولى لحد دلوقتي كلهم جديدوا بطريقة ابتكروا بطريقة فكروا بطريقة اللي صالح الفلسفة اللي خاصم الفلسفة اللي سمح بالشعر اللي أفل على الشعب اللي سمح بالغناء اللي أفل على الغناء إلى آخر هذه الاجتهدات وما فيش حد فسق حد ولا كفر حد ولا خرجوا من الدين إذن العقيدة الأساسية لهذا الدين هو التجديد إذا كان الإسلام صالح لكل زمان ومكان فالتجديد أساس لكي يناسب كل عصر وأمور الدنيا حتى خارج هذا الفكر تماما هي براح كبير جدا للمسلمين يفكروا في إدارة شؤونهم زي ما هم عايزين لأنه طول ما مصلحة المسلمين بتتحقق مصلحة الإسلام بتتحقق افتكر الحديث في مسلم عن أناسين راديا